أنا أعطيكم العافية كان في حطاب بسكن في كوخ وكان معاه بعيش في هذا الكوخ كلبه وطفله وكل يوم من شروق الشبس بذهب لجمع الحطاب ولا يعود إلا قبل الغروب وبترك الكلب مع طفله وبرعى الطفل الكلب طبعا وكان يثق في هذا الكلب ثقة كبيرة وكان الكلب وفي وصاحب ويوم الأيام هو راجع الحطاب إلى عمله وكان يوم شاق سمع نباح الكلب من بعيد على غير عادته فأسرع في المشي واقترب من الكلب وكان الكلب بنبح بغرابة قرب الكوخ وفمه ملطخ بالدماء فصعق الحطاب وعلم أن الكلب قد خانه وأكل الطفل أو قطعه فانتزع فأسه من ظهره وضرب الكلب ضربة بين عينيه وخرى صريعا بعدها توفى الكلب ومجرد دخول الكوخ تستمر تمسمرة في مكانه يعني توقف في مكانه وجثه على ركبتيهم وامتلأت عيناه بالدموع عندما رأى طفله يلعب على السرير وبالقرب منه حية أو أفعى هائلة الحجم مخضبة بالدماء وقد لقت حتفها بعد معركة مهولة يظهر أن الكلب قتل هذه الأفعى لدفاع عن الطفل حسن الحطاب حزنا شديدا على كلبه الذي فقده وقتله بنفسه بينما هذا الكلب هو من ضحى بحياته من أجل طفله وكان ينبح فرحا لأنه أنقذ هذا الطفل من تلك الأفعى وما كان من الحطاب طبعا بدون تفكير إلا أن قتلهم عندما نحب ناس نثق بهم فإننا يجب أن لا نفسر تصرفاتهم وأقوالهم كما يحلوا لنا هنا العبرة من هذه القصة في أي لحظة غضب وتهور وفي لحظة يغيب فيها التفكير علينا التريث حتى نفهم وجهات نظر الآخرين مهما كانت حتى لا نخسرهم ونندم حين لا ينفع الندم الله يبدع عنكم الندم وباقت أيامكم حلو واصحابكم دائما معكم